زيكو حبيبي عاملين ايه والنهاردة بنتكلم عن تسريبات احداث مسلسل مجاريح الحلقة 26 وبعتزر عن التأخير الحلقة هتكون مشوقة جدا لان تقريبا كده العدالة هتبدأ تتحقق وكل اللي غضر بغنيمة وظلمها هيتعاقب ويتحاسب من عند ربنا تعالوا نشوف لان الحلقة قوية جدا فكريم بدرية لما قاعدت تاكل في لقمة القاضي او العوامات على انها يعني كان نفسها فيها فضلت تاكل بشراعة واجلة كمية كبيرة جدا ولومة القاضي دي اللي كان حاطت فيها عبدالله البدرة لغنيمة علشان تتجنن وطبعا ساعتها فوزية لما راحت لها بيها ما رديتش ان هي تاكلها ورجعت بيها تاني ولما جاد فوزية تاكلها قال لها ما تكريهاش دفاع سكر كتير واعت في حظ بدرية اللي فضلت تاكل فيها بشراعة قوية جدا وكان من ضمن النتائج بتاعة الاكلة دي ان هي سقطت الجنين فضلت تصرخ من بطنها جامد طلعوا يجروا بيها على المستشفى وفي الآخر بتسقط الجنين اللي كانت مستنية هي ومحمود جزها وميلاقي بعد كده ان عبدالله اول ما بيعرف ان هي سقطت بيكون متدايق جدا وبيسأل وبيعرف ان هي كلت من اللقايمات دي وبيكون متدايق ان هي اكلت من الاكل اللي كان المفروض يروح لغنيمة ويجننها لكن الاكلة دي كانت قوية جدا على الحمل لانها سقطت الحمل بتاعها بسبب الاكلة اللي كان عاملها اخوها وبتبدأ تتحقق عدالة ربنا في الانتقام من بدرية علشان اللي عملته في غنيمة المسكينة وحنشوف في الفيديو ده وفي الحلقة دي كمان ازاي ربنا حينتقم من عبدالله كمان محمود بيروح وبيقول لحنان ان عبدالله في حاجة وساعتها قلت له ما له عبدالله فيه ايه كانت مغضوطة جدا عليه واللي حصل لعبدالله ان هو عمل حدثة عربية عبدالله كان في الحدثة ومرمي على الارض زي الصورة اللي هتشوفوها دي وحيروح على المستشفى ما بين الحياة والموت وده كان برضو علشان خاطر اللي عملوا فيه غنيمة وربنا ازاي بيحقق العدالة في الناس اللي بيظلموا الناس اللي معملوش فيهم غير كل خير ودي بتكون جزاتهم لكن تعالوا نشوف ايه كمان المفاجأة القوية اللي هتحصل في الحلقة دي لان حنشوف ان غنيمة بتتفاجئ بوجود غازي طالقها او اللي كان متجوزها واللي سرقها ورمعها في السجن واتعمها ان هي قتلت زوجته علشان ياخد حلالها ويخلص منها بعد سنين دي كلها بعد معارف ان هي موجودة في المصحة النفسية بيروح علشان يزورها وهناك بيسأل الممرضة عن غنيمة والممرضة بتروح وتقول لغنيمة اني جالها الزيارة من واحد اسمه غازي في البداية بتكون خايفة تشوفه لكن بعد كده بتروح وتلبس العباية الصمرة بالشكل ده علشان تقابله وساعتها غازي كان جاي لدمان وبيقول لها سامحين يا غنيمة انا عملت فيك حاجات كتير جدا غلط انتي مقتلتش في مراتي ولا حاجة وانا غلطت في حقك وغلطت فيكي وظلمتك ورميتك في السجن وانا لحطيت السم المراتي علشان اخلص منك واخدت فلوسك وحلالك وظلمتك انا خلاص ممكن اموت في اي لحظة سامحيني يا غنيمة انا جاي علشان قاطر تسمحيني وارجعلك كل حلالك وكل فلوسك ساعتها غنيمة بتقف وبتقوله وبتواجه وبتقوله ازاي يعني ازاي بعد كل اللي عملت فيه عايزني اسامح بالسهولة دي تقدر ترجعلي سنين عمري 36 سنة اللي قضيتهم في السجن ظلم ولا بريئة ما عملتش حاجة تقدر ترجعلي الايام اللي عايشتها لي كلها في صعوبات وفي مشاكل وفي اخناءات وفي ضرب تقدر ترجعلي كل ده لو تقدر ترجعلي 36 سنة من عمري اللي قضيتهم في السجن ساعتها بس هقدر اسامحك وبتكون مواكهة ساخنة جدا وحامية كمان بينهم لان دي تقريبا اول مواكهة بيوجهوها لبعض من مداية الحلقات وغازي بيعتزل لغنيمة ولا كأنه عمل حاجة غنيمة مش قادرة انها تسمحه بعد كل اللي حصل قالت له رجعلي سنين عمري اللي قضيتهم في السجن الفيديو بيخلص وفي تكلمنا عن اهم احداث وتسريبات الحلقة 26 من مسلسل نجاليح واضح انها هتكون حلقة قوية كلش يارب الفيديو يكون عجبكو اشوفكو على خير في فيديو جديد احبكم وايد وايد تابعوا القناة علشان تشوفوا كل يوم حلات بكرة باي باي